أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى استمرار جهود الوزارة لدعم وتطوير منصة أياد مصر لتصويق المنتجات اليدوية والتراثية والتعاون مع جميع الجهات المعنية للنهوض بالمنصة وتطوير استراتيجية تصويق المنتجات الحرفية والتراثية داخليا وخارجيا خلال الفترة القادمة أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشاركة أياد مصر في معرض تراثنا تهدف إلى زيادة فرص تصويق الإلكتروني لها وفتح أسواق جديدة للعارضين على المستويين المحلي والدولي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات للمساهمة في القضاء على البطالة